فطل بصص عليها ومركز قالت له انت بتبصها على ايه بعيونك المنحرفة دي هوا انت ساعدتني من شوية علشان تعمل حاجة غبية لها إلا هيحصل لو عملت كده ردت بسخرية حصرخ بصوت عالي واقول منحرف بصدها وسكت قالت له بهزر بهزر اعمل كده لو عايز تتقايد بالتعويزة اللي انت أقسمت عليها رجعت لكم ببارت جديد يا ده بينا نكمل وسرينكيس ماشا مع هايم ده فطل التفكر في عدد الجواهر اللي معيها لان اكبر عيف في قدرتها انها متقدرش تستخدم قدرتها غير عن طريق الجواهر والجواهر اللي معها بدأت تقل وهي مش عارفة امتى ممكن هايم ده يتغير ويغضر بيها فضلت ماشية وهي وقت حذرها لحد ما وصلوا للحي الداني استغرب هايم ده ان الشوارع مضيئة مش مسلمة زي المنطقة اللي كانوا فيها بس عايت له ان المكان ده اللي موجود فيه المنظمات الكبيرة فعلشان كده هو امن نسبيا طبعا مقارن بالمنطقة اللي كانوا فيها وبصت عليه لحظة ان هو تعبان جدا بس بيقاوح قلت له انت مش قادر تتنفس رد عليها باستفزاز من امتى وانت بتهتمي بتنفسي ولا انت مهتمة بحاجة تانية بصت له باستنكار وردت عليه حاجة حلوة قوي انك لسه في الموقف ده قاعد تهزر وفكرت الامر مش متعلق بس بعلاج الجروح في جسمه الجسم اللي بيتعافى بسرعة بالتعويزة بيحتاج وقت عشان يتكيف فضل بصص عليها ومركز قلت له انت بتبص على ايه بعيونك المنحرفة دي هو انت ساعدتني من شوية علشان تعمل حاجة غبية لها ايه اللي هيحصل لو عملت كده ردت بسخرية حصرخ بصوت عالي واقول منحرف بصلها وسكت قلت له بهزر بهزر اعمل كده لو عايز تتقايد بالتعويزة اللي انت اقسمت عليها دحك هايم در وسندته وقال لها انت شخصي مش عارف اتنبأ بتصرفاته ابدا وفضلوا ماشيين لحد ما وصلوا لوجهتهم كان قصر كبير بس زي بيت الاشباح استغرب هايم در وقال لها وده حقيقي بيت ممكن يسكن في البشر قلت له معلش السزوء الملك غريب شوية كان واقف قدام البيب حراس كتير قال لها واحد من حراس عدى وقتة من اخر مرة جيتي فيها وهنكل الحراس عارفينها وارشدوها لمكان وقال لها هي مستنيك دخلت سرينكس وكايت مستنيها سيدة المنطقة التانية والمقردة واغنى واحدة في المنطقة الملقبة وحاكمة الزهب لينتلا الشخص التاني اللي هي عالجته حييتها سرينكس وقعده ساعتها لينتلا بقالي كتير ما شفتكيش بس هو من امتى بدأتي معادة حبيب رائع زي ده هو قطعة فاخرة ونادرة جدا دي حكت سرينكس وفكرت واضح انه عجبها لينتلا عندها عين كويسة زي بس ورح اتحطت ايدها قدامها هايمدل وقالت لها لا سيدة لينتلا انا اخدته خلاص هو ملكي اندهش هايمدل وابتسم ورح مسيك ايد سرينكس وقال انا تم بيع للأسف اندهشت سرينكس وفكرت هو بيواكب تمثيلي يعني سيكتت لينتلا وقالت لها خلاص خلينا ندخل في موضوعنا فرجت لها سرينكس العقد وقالت لها في حد سلمهلي فجأة مدجري هو ده ليه اي علاقة بيكي؟ ردت لينتلا هو انتي اصبحتي طعمل شخص تاني ولسه ما فهمتيش؟ عموما مش انا بس ده ممتع جدا حد تجرق يلعب معلنا بيحميهم رغم ان انا سيدة المنطقة مش مصدق انه بيلعب معايا انا وسألت عايزة تعملي ايه؟ قلت لها سرينكس لو طلبت منك تتخلصي من ده منجير ما يسيب اي اثر ممكن ساعتها يكون بأمان؟ ردت لينتلا ده مش طلب صعب بس انتي منستيش صح؟ لو كان حاجة صغيرة ممكن اعمل اي حاجة طالما بينترك تحت مصمى الطلب واحنا كان اتفقنا طلب واحد كبير مقابل انقاص حياتي واكيد طبعا اقدر انفزلك طلبك بس ده لو انتي عايزة اه انتي موافقة؟ فكرت سرينكس طلبي مقابل انقاص حياتي هو ان انا لمامشي من المكان ده في اي وقت كان يتم محو كل اثاري بس اكيد انا حمشي بعد ما رأي اللي انا عايزة لأول وانا ما ينفعش اتخلى عام طلبي الاصلي هيت لها سرينكس خلاص اعتبر ان انتي ما سمعتش مني حاجة دلوقتي بس بدل كده بيعي ده عشاني هيت لها الانتلا انتي مجنونة قوي عايزين ابيعه في الوقت ده ردت سرينكس انتي عارفة مهاراتي في تقييم مجوهارات كويس صح؟ ده مصنوع من اللقلق الاسود والماس الاسود تي الجوهارة الوحيدة من النوع ده وده المقابل للطلب بتاعي في مجوهارات كتيرة قوي في ضر المزاد زي ما انتي عارفة والجوهارة الاكتر شهرة هي تاج الاميرة والفائز كان انتي وكان سعره فلكي بس سيدة الانتلا الجوهارة انتي فست بيها جوهارة مزيفة متكنة الصنع بس اطلها الانتلا بحدة وسألتها انتي قد الكلام ده قاعت لها سرينكس آه سألتها الانتلا الرهان اللي على كلامها هيكون على ايه واتفوا انهم هيثبتوا صحة كلامها بلافيفة الحقيقة وهي عبارة عن سحر بيحدد الحقيقة وبيمزق قلب اللي بيكتب يعني زي جهاز كشف الكتب كده بس اللي بيكتب قلبه بينفجر اللي فيفة ديه اساسا حر مستخدمها بس هي موجودة عند الانتلا عملت سرينكس الاختبار وطلعت مش بتكتب والتاج حقيقي طلع مزيف اتعصبت الانتلا لان الاغناء بيحبوا جمعوا عناصر فاخرة للتباه بصرباتهم بس الخبر انها اتخدعت واشترت حاجة مزيفة هتكون ضربة كبيرة قوي ليها مش بس بسبب تمن التاج لأ ضربة كبيرة قوي الفخر الانتلا وشكلها كمان سألت الانتلا ايه المطلوب قتلها سرينكس انها عايز اللقلقة السودة والمس الاسود الموجودين في العقد المسروق اللي معاها وهتعمل بداله جواهر مزيفة وتحطه فيه وتدي الانتلا لدار المزايد اللي خدعتها ويبعوا فيها بالجواهر دي وكمان عايزة هوية جديدة ريها والهايمدل ولو استراتيجية سرينكس نكحد هتعيد شرف الانتلا تاني وتدي تباقع المزايد اللي خدعوها صفحة كبيرة لما تخليهم يبعوا في المزاد العقدة بالجواهر المزيفة هيتم إبلغ صاحب العقد الكونت أمانتي وهكتشفوا ان الجواهر فيه مزيفة وكده هيتم الكشف ان صاحب المزاد مصاب قايت لها الانتلا انا عاجلني صدك وجرئتك بس ما تخزينيش مدام جرتين خطتك قدتها الانتلا بطاقات الهوية الجديدة والجواهر قايت لها الانتلا بس هو انت مش هدبيها جوهرتك وبصت على هايمدل رد سرينكس آه مش هينفع لانها جوهرة مش بتتبيع بس قريب هتخلص منها وهي بتتكلم حضنها هايمدل جامد من ظهرها وبص لانتلا وقال لها لسوء الحظ الجوهرة تم بيحها وما ينفعش تتبيع مرة تانية فكرت سرينكس انا حاسة كأنه فيهم حاجة غلط خرجوا ارشادهم واحد محرص لانتلا برة ودها مفتاح وقال لها السيدة قالت انك عارف الموقع ومشي فكرت سرينكس ده المفتاح اللي استخدمته قبل كده هي بتظهر حسن النية بانها تديني مفتاح المبنى اللي كنت بروحها قبل كده بس برضو مفيش حاجة تضمن ان المكان هيكون امن تماما دي اطول ليلة مرت بيها بس لسه مش هقدر انم دلوقتي بعد ما بقى معنا الهوية المزايفة والادوات اللازمة للعملية في الوقت بقى هو المفتاح وقالت لهايمدل ها يلا بينا وطلعت جوهرة استخدمتها كإضاءة ومشي تقدامه بص عليها وهو ماشي وراها ومشي بخطوات مش ملحوظة وقال لنفسه لو لحظت تحركاتي هتتحكم فيها عانت السقة ان انا قدر اقطع رقابتها في اي وقت وخرج الخنجر وبصرها بحدة بس الطريقة ده بتتوخى فيها الحظر مخيفة جدا قالت سرينكس المبنى لعليمين بس ملحقتش تكمل وهجم عليها هايمدل وكسر الجوهرة وسققها على الحيطة جاملة ووجه الخنجر ناحيتها سيئت انت بتعمل ايه هو رد الاحسان بالاساء عادة الايام دي سألها انت عرفت ازاي ان التاج مزيف افتكرت سرينكس الرواية ان في المستقبل في نص الرواية هياخد هايمدل التاج من سيدة المنطقة التانية لنتيلا بس اكتشف بسرعة ان التاج مزيف وبسبب ده حصل قتال كبير بين هايمدل ورنتيلا وبسبب ده بقى عند هايمدل الحافظ ان هو يستول على المدينة ردت عليه سرينكس انا عارفة عشان شفت التاج وعن طريق قراءة طبيعة المجهرات على التاج خلاص جيه دوري عشان اسأل اعتقل ان عندك هواية طرحة اسئلة بالطريقة دي صح رد عليها ده علشان انت نادرا ما بتديني اجابة في الظروف العادية مسكت دراعه جامد يا فتى انا مش بستمتع بالقصارة وما بحبش قدي الناس التانية حاجة مش بمزاجي تحك لها وقال لها انت قلت انك اشترتيني ردت عليه دي كانت مزحة ما اعتقدش ان انت الشخص اللي بياخد كل حاجة جد ما كانش بمفروضة ساعدك من الاول ادهي وضرب ايده جامد على حيطها انت متأكدة انك مش عايز تشتريني ردت عليه انا مباشتريش مجوهارات ملهاش لازمة دحك وقال لها مستحيلة كون مليش لازمة انا وسيم نزلت من تحت ايده وبعدت عنه انا ما يهمنيش انت وسيم قد ايه انا مش بحتاجة جوهارة بتمسكني كده قال لها بالمناسبة هو انت جسمك قريب من الشخص العادي قوتك اقل من المتوسط انت دايما بتستخدم التعويز على الجواهر فلو تم امساكك من جر ما يكون عندك فرصة انك ترك تعويزة مش هيكون عندك وقت تعملي اي حاجة ده خطر جدا قلت له انت عايز ايه عايز تقاتلني رد عليها مستحيل انا بس كنت بسأل علشان لو عايز شخص يحميك كمان اقولك انك من جرس سلاح تحمي بيه نفسك الناس هتستهين بيك جوهارتك بتظهر لطفك يا سيدتي بجد ده امر محزن جدا ان انت ترفضيني ووجه السلاح نحياتها فعالت سحرها وقالت له جرب لو انت تقدر هجم عليها وضحك هنشوف مين اللي هيندم وهجموا على بعض وكسر بالسف بتاعه درعها السحري وسخر منها ان ده مشترك بين كل اللي بيستخدموا التعويز انهم بيسكوا في التعويزة بشكل اعمى لدرجة انهم مش بيلاحطوا انها نقطة ضعفة لهم وافتكر ساعتها انهو هزمها ضحكت سرينكس وفعالت تعويزة القسم بسبب تحديك عقد سرينكس حقيدك السحر اتفعل السحر وقيد ايده ورجله وجسمه كله ووقعه كمان على الارض ضحكت عليه سرينكس قلتلك ما تلعبش معي عايز اتحك عليك اكتر بس ما عندناش وقت فكرت سرينكس حتى لو روحت البيت الامن واخدت الاجراءات مضادة برضو مش كفية انا مع شخص مش عارفة امتى حيطعني الظهري قلت له انت رجلك بخير صح؟ تعال ورايا ضحكها يا مدل وقال لها احنا اللي اتنين مرتبطين ببعض كده بيخليني حس ان احنا بقنا واحد ده غير هو مش القسم ده صالح بس في بيتك اندهشت وفكرت انت حتى فكرت تعرف اكتر عن التعويز اللي عليك انت مجنون كمل هايمدل ده غريب بما اني مع السيدة البقاء في الشارع مش سيء برضو قايت له لو حابب الوضع قوي كده ايه رايك تلان في الشارع وتبقى صديق ليه اللي بقيت حياتك ام هايمدل ووقف وقال لها انتقاسي قوي عموما انا مجرب ان انا ابقى في الشارع قبل كده قايت له تعالوا ورايا وراحوا البيت دخلوا وهي بتدور في البيت سألها هو انت هويتك ايه صنعك لمنتجات المقلدة معرفتك لشخصيات مهمة قدرتك الغريبة انا سمعت عن سيد الجواهر اللي بيحط سحر في المجوهرات بس ما شفتش ابدا قبل كده حد بيعالج بالسحر بالمجوهرات قايت له انت بقيت كويس ودلوقتي بتسأل عن هويتي قال لها ومش احسن لك ان انا استعيد صحتي قايت له لو عايز تكون مقيد ومثبت على الارض هاول انت حقيه زي الحشرة المزعجة نامع على الارض وقال لها براحتك بس عرض انك تشتريني انا صادق في جدا تجهلت وطلعت قودتها لقيت في القودة رسم المطلوبين كتير ولاقت من ضمن يعانيات المطلوبين مرسوم من المعبد مطلوب في سرينكس وهيدو عليها مكافأة كبيرة استنوني في البارد الجاي مش هتأخر عليكم باي